قالت السلطات إن اشتباكات فجرها أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في عصابة مخدرات ببلدة بشمال المكسيك أسفرت عن سقوط عشرين قتلا في مطلع الأسبوع مما يضع ضغوطا أكبر على الرئيس أندريس مانويل لوفيز أبرادور للحد من عنف العصابات بعد أن توعدت الولايات المتحدة بتصنيفها على أنها جماعات إرهابية وقالت حكومة ولاية كواويلة بشمال البلاد إن قوات الأمن بالولاية قتلت أربعة عشر مسلحا بعد اندلاع اشتباك عنيف في بلدة فالليونيون الصغيرة القريبة من حدود ولاية تكساس الأمريكية وقالت حكومة الولاية في وقت سابق إن الشرطة قتلت بالرصاص سبعة عشر من أفراد عصابة ولقي أربعة رجال الشرطة حتفهم أيضا في اشتباكات مما أثار انتقادات جديدة لأسلوب الحكومة في التعامل مع تلك العصابات القوية وهاجم المسلحون البلدة في قافلة شاحنات صغيرة مدججة بالسلاح وأمطروا مكاتب رئيس بلدية فالليونيون بالرصاص واشتبقوا مع الشرطة لأكثر من ساعة ونصف الساعة ودوت أصوات إطلاق النار في شوارع البلدة وقالت حكومة كواويلا إن أكثر من ستين مسلحا شاركوا في القتال وإنها صادرت سبع عشرة مركبة ومع إدراكه لمحاولة الرئيس دونالد ترامب تصنف عصابات مخدرات مكسيكية على أنها جماعات إرهابية قال لوفيز أوبرادور من جديد إنه لن يقبل أي تدخل من الخارج في الوقت الذي عزز فيه استراتيجيته لمحاولة احتواء تلك العصابات لكن سقوط هؤلاء القتل ألقى بظلاله على الاحتفالات بمرور عام على تولي لوفيز أوبرادور الرئاسة ونظم آلاف المكسيكيين مسيرة في مدينة مكسيكو سيتي للاحتجاج على العنف وتضاف الأحداث التي وقعت في فيلا يونيون إلى سلسلة من الأخطاء الأمنية التي أثرت تساؤلات بشأن سياسة لوفيز أوبرادور وأثرت تصريحات ترامب مخاوف في المكسيك من أن تحاول واشنطن القيمة بتحرك من جانب واحد لصحق عصابات مخدرات ترجمة نانسي قنقر